ما هو أصل كلمة أطلس؟ تحكي الميثيولوجيا الإغريقية من خلال أساطيرها المذهشة بأن معبوداً عملاقاً شديد العلو نصف رأسه العلوي تكاد تنعدم رؤيته إن كان في الشتاء أو في الصيف يدعى أطلس يشتحر بقوته الجبارة وقد نال عقاباً صارماً من الإله الزيوس إذ تجرأ وثار على الآلهة واكتسح أحد الجبال العظيمة الذي يدعى بالجبل الأولمبي الذي تسكنه الآلهة فحكم عليه الإله الزيوس بأن يقضي كل حياته حاملاً قبة السماء على كتفه ليكون جزاءً له لمقترف من دنب في محاولته مصارعة الإله وفي رواية أخرى يحكى أنه حكم بحمل الأرض على كتفه ويرى بعض الباحثين أن الجزيرة المفقودة التي تدعى أطلانتس قد سميت بهذا الإسم نسبة لهذا الإله ويؤكدون على أن كون اسم أطلس اسماً إغريقياً فإن جبال الأطلس التي تقع في المغرب العربي تحمل نسباً إغريقياً ولا يغيب على البال أن الأساطير الإغريقية كانت تطلق اسم أطلس على القمر نسبة للإله أطلس حيث يكون القمر قريباً منه ولعل الباحثين المهتمين بعلم الأساطير وخاصة الميثولوجيا الأمازيغية المغربية يربطون بين عبادة البشر قديماً للشمس فيجدون بأن كلمة أطلس في النطق الأمازيغي تعني مقبرة الشمس ويؤكدون على ارتباط التسمية بالظواهر الطبيعية ويذهب بعضهم للاعتقاد بأن أطلس أو تيدلس أو تيلس التي تعني الظلمات هي أصول كلمة أطلس وما لقب بحر الظلمات الذي يطلق على المحيط الأطلسي من قبل الجغرافيين القدماء إلا تفسيراً لذلك ولكون جبال أطلس الممتدة من تونس والجزائر حتى المغرب تنحدر باتجاه المحيط الأطلسي كانت سبباً لتسميتها باسمه ويرى بعضهم أن تسمية جبال الأطلس هي تسمية أمازيغية بالمطلق كون هذه الجبال تغطي قمامها الثلوج وتحجبها الغيوم عن الرؤية نتيجة استقرار الثلوج الدائم فيها فتبدو كأنها تعانق السماء وقد أكد معظم الرحال الذين عينوا المكان صحة هذه المعلومة وقد قام في القرن السادس عشر أحد الناشرين بطبع أول كتاب يتضمن صوراً توضيحية لجغرافية الأرض وخرائط العالم وما كان منه إلا أن وضع صورة لهذا العملاق أطلس وهو يحمل على كتفه الكرة الأرضية وأصبح من يومها يطلق على كتاب الخرائط هذا الإسم إسم أطلس ترجمة نانسي قنقر